أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة ضد ستة أشخاص وثلاث كيانات إيرانية بسبب ضلوعها في قمع الاحتجاجات السلمية وتعذيب الناشطين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران على صعيد الأفراد شملت العقوبات كل من عبدالصمد خرام أبادي أمين لجنة التحقيق في جرائم الإنترنت وأبو الحسن فيروز أبادي رئيس المجلس لعلى للفضاء السبراني وعبد علي عسكري رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون وحسين الله كرم وعبد الحميد محتشم وحميد استاد وعلى صعيد الكيانات استهدفت العقوبات الأمريكية جماعة أنصار حزب الله وسجن إيفين الذي يضم عشرات المعتقلين السياسيين كما تم تصنيف شركة هانستاء للبرمجيات والتي تثيح امكانية مراقبة المستخدمين لمؤسسات قضائية وأمنية إيرانية موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة